موسيقى عزيزي المشاهدين وحب التقوس رحب حضراتكم في لقاية الجدد اسبوعيا مع نيافة الحبر الجليل الأنبى من يمين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللغوط التقسي بالكليات الإكليركية ومعهد الرعاية رحب نيافتك سيدنا أهلاً أهلاً سيدنا أهلاً بيك النهاردة سيدنا هيكلمنا في الحلقة السابعة من مزامير الساعة الثالثة والحلقة الاثنين وعشرين من مزامير الأجبية عموماً في مزمور فاضى قلبي بكلام صالح المزمور ده هنلاقيه في ترتيب الأجبية رقم 44 في ترتيب الكتاب المقدس رقم 45 في المزمور هنلاقي تسبحة العروس للسيد المسيح الملك المحارب والعرس بين المسيح العريس وكنيسته هنلاقي السيد المسيح بيتكلم الكنيسة والكنيسة أيضاً بتخاطب السيد المسيح لا الكنيسة بتقول للمسيح أنت أبرع جمالاً من بني البشر والمرنم يقول للكنيسة أو يقول للنفس البشرية اسمع يا ابنتي وأمي لأذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين هنشوف النهاردة مع سيدنا الأنبى من يمين تأملات في المزمور رقم 44 فاضى قلبي بكلام صالح سيدنا نيافتك تشرح لنا بقى في معاني المزمور فاضى قلبي بكلام صالح أني أخبر الملك بأفعالي لساني قلم كاتب ماهر حلوة قوي أن البداية من القلب والفاضى قلبي مش فاضى لساني معنى كده أن الصلاة مفروض تكون من القلب وكتير قوي داود النبي كان يقول إليك رفعت قلبي أو نفسي يعني اتكررت كتير قوي في المزمير يعني فالقلب هو المجال اللي من خلاله الصلاة عشان كده ربنا لما طلب طلب القلب يا ابني أعطني قلبك لسانك عيناك أطرق إيه فاللسان هو المعبر عما في القلب وده قيمة الكلمة قيمة الكلمة اللي بتطلع باللسان رصيدها في القلب إيه يعني ده الرصيد يا ما كلام مزين لكن مش من القلب آه ممكن يبقى كلام حلو لكن مش من القلب يبقى دحكة عدقون يعني لكن حدش هقدر يضحك على ربنا يعني ممكن نضحك عن ناس لكن على ربنا ما يقدرش فعشان كده داود النبي يقول فاض قلبي بكلام صالح يعني من كتر حب قلبه لربنا لسانه عبر عن هذا الحب بكلام صالح وفيد يا سيدنا آه فيد فاض فاض يعني مليان وأفاض مشاعر جميلة قوي يعني في تعبيرات الواحد بيشوفها في المزامير ساعات الإنسان ما يقدرش يعبر عنها آه ذلك دايما بقول إن المزامير هي مدرسة الصلاة اللي عايز يتعلم الصلاة يصلي المزامير ففاض قلبي بكلام صالح مش أي كلام أي كلام آه وكلام صالح هنا مش صالح لغويا لكن صالح روحيا يعني يليق بالملك المسيح كلام شكر يعني آه تسبيح وتمجيد وشكر وكل حاجة حلوة كلامت عن الروح الكدس سيدنا مش كده يعني نحن طبعا الصلاة الساعة الثالثة آه وقت حلول روح الكدس آه على التلميذ صحيح آه فإني أخبر الملك بأفعالي لساني قلم كاتب مهر مجرد قلم آه لكاتب مهر اللي هو روح الكدس آه لساني قلم كاتب آه يعني القلب يتكلم آه واللسان يكتب آه حاجة جميلة أوه عكس المفهوم العام يعني دايما القلب يشعر واللسان يقول آه لكن هنا بقى القلب هو اللي بيقول واللسان بيكتب لساني قلم كاتب مهر كاتب المهر الروح الكدس آه لأنه بيعبر عما في القلب آه حاجة جميلة أوه آه ولذلك حديث المزامير آه حديث موصول الواحد ما ببقاش عايز يخلصه يعني لأنه بيعبر عن مشاعر قلبية عميقة مؤثرة يعني يعلم الواحد ازاي يكلم ربنا وازاي يفيد بالمشاعر يعني آه الكلام اللي كتبوا أنك أبرع جمالا من بني البشر بدأول شيء آه هنا الجمال بقى مش الشكل يعني لكن الجمال الروحي يعني السيد المسيح لبره وقداسته الكاملة آه عبر عن هذا الجمال الروحي أبرع جمالا من جميع بني البشر عشان التجسد يعني سيد المسيح تجسد آه ما مشابهنا في كل شيء ما خل الخطيئة ابن إنسان عشان كده ما خل الخطيئة يبقى أبرع جمالا لأن الخطيئة بتشوه الصورة آه بيقولوا رسام ماهر شاطر يعني لما جيه يرسم التلاميذ اختار ناس معينين عشان يرسمهم لما جيه يرسم يحنى الحبيب رسمه في الأول نقى شخص جميل جدا يعني جميل طبعا وشكلا يعني لما خلص كل التلاميذ خد وقت وبعدين لقى واحد يرسمه يهوزة فقال له انت اخترتني من فترة عشان ترسمني يحنى الحبيب دلوقتي بتختار علشان ترسم يهوزة تعجب الرسام جدا وقال له ايه اللي غير شكلك كده النحية الروحية انطفت لأنه عاش في الشر عبر عن يهوزة مش يحنى الحبيب كما عبر سابقا الجمال الروحي بيبال اه طبعا طبعا عشان كده وصف السيد المسيح بأبرع جمالا من جميع بين البشر جمال الروحي البر والقداسة دايما الواحد لما يشوف شخص روحي جميل يعني يقول انا شفت ملاك يوصفه بأوصف سماوية يعني مش اوصفه بأوصفه انسكبت النعمة على شفتيك اه اه وده بقى وقت حلول الروح القدس فده مزمور بيعبر عن اللحظات دي يعني انسكبت النعمة على شفتيك فلذلك بركك الله إلى الظهر آه يعني بركة مستمرة وهنا البركة نتيجة الصلاة نتيجة صلاة القلب ورؤية المسيح اللي أبرع جمالاً بين البشر اتبهت عليه أو المسيح بهت عليه يعني اداله من بره يعني بعمل الروح القدس فصار بارعاً في الجمال هو أيضاً المسبح يعني الواحد ساعات يشوف شخصه وطلع من القدس وشه منور كده يعني قدر يحصل على نعمة خاصة يعني انسكبت على شفتيه وانسكبت أيضاً على وجهه فسيناك كلام عن سيد المسيح آه طبعاً ومن يشابهه يعني أي مصلي يعني يشابه السيد المسيح إذا صلى هكذا يعني باركك الله لو كانت على السيد المسيح مقصود بها ايه؟ آه هنا بقى البركة بالنسبة للسيد المسيح إنه هو اللي أختير لكي يدفع تمن الخطيئة ويكفر عن خطايا البشرية كلها ويحتمل تبعات هذا الصليب بقى والألام وكده فعاد له البر ده بالقوة دي في القيامة بقى شافه بقى منور نور القيامة وكل البركات اللي الكنيسة هتنالها آه هتنالها بسبب السيد المسيح أيوة آه السيد المسيح هو الذي رفع عنا ثقة للخطيئة آه ولذلك بدون الإيمان بالمسيح ما يقدرش الإنسان يتخلص من الخطيئة آه لأنه هو اللي دفع التمن وانتقلت سيفك على فخذيك أيها القوية بجلالك وجمالك برضو يعني سيف مع المسيح آه إحنا كلمنا قبل كده عن السيف بمعنين سيف الإيمان بالحق اللي يفصل بين المؤمن وغير المؤمن وسيف الجهاد اللي كلمهم عنه السيد المسيح في آخر قعدة قبل جسيماني بقى أو صليب وكده سيف الجهاد هنا بقى آه السيف تالت بقى نوع تالت يعني آه يعني آه السيف اللي يبطر عمل الشيطان في الصلاة ده الحرب ضد الشيطان آه حرب بقى قوية آه في المسيحي حررنا من سلطان إبليس بالضبط تقلت سيفك على فخذيك أيها القوية بجلالك وجمالك آه تقلت سيفك يعني أنت لك هذا الحق يعني أنك تغلب أه تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وبهائك آه يعني البر اللي قدمه السيد المسيح على الصليب البار من أجل الأسمة قالها كده الكتاب يعني بوضوح البار لأجل الأسمة كانش حد يقدر يدفع التمن يعني السيد المسيح انتصر كجبار لكي يحرر العروس أيها بالضبط لكن الكنيسة بقى العروس يعني هو العريس الخارج من خدره زي وصفه بالشمس لما تخرج تضيء العالم كله أو تضيء دائرة العالم اللي بتظهر فيها يعني نص العالم في وقته نص العالم التاني في وقته تاني تقل السيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وبهائك الجلال نقول جلالة الملك يعني له كل الاحترام والإجلال والتقدير يعني في عز ما كان المسيح مهان على الصليب وعد اللص اليمين بالفردوس قال له اليوم تكون معي في الفردوس يعني جلال جلالة الملك حتى وهو على الصليب يدفع السماء ده هو جلال وسلطان يقول استلهه اللي هو السيف أيها وانجح واملك من أجل الحق والدعاء والعجل والعدل ينجح في القضاء على الظلم وينشر العجل وكمان الحق ويبطل الباطل الباطل يبطل والحق يظهر لأن مملكة إبليس هي مملكة الباطل آه طبعا المسيح جاي بقى يعمل المملكة ببنية على الحق والدعاء والعدل الدعاء يعني الودعا مش كبير أيوة الدعاء هي الودعا دايما للتضاع والودعا مرتبطين ببعض حتى السيد المسيح لما قال تعلمه مني لأني وديع ومتواضع للقلب فتجد راحة لنفوسك واملك كلمة واملك بقى هو يملك على النفوس املك هنا أصبح له الحق أن يملك على كل نفس آمنت به واستفادت من هذا البر الذي له بعد ما كان إبليس يعني كان مسيطر أو مالك كان هو بطل القصة بطل بقى يعني إبليس فبقى المسيح هو بطل القصة استله وانجح واملك من أجل الحق والدعاء والعدل آآ وتهديك بالعجب يمينك آآ تهديك بالعجب يمينك بمعنى أنه يمينه تصنع عجبا وده المعجزات الكتير اللي عملها السيد المسيح بكلمة يقوم ميت بكلمة يشفي مريض بكلمة يصنع معجزة يمينه يعني بقوته آآ أيوة آآ القوة الخاصة بيه هو يعني آآ كابن الله الكلمة المتجسم آآ نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الجبار الشعوب تحتك يسقطون آآ دي بقى تصوير للنتيجة بقى نتيجة السيف القوي اللي هو السيف الحق اللي بيبطر كل باطل وسيف العدل اللي بيبطر كل ظلم هنا بقى يبان النتيجة بقى اللي قال عليها دي بقى دي برضو آلة حربية يعني أو أداة حربية النبل المسنونة في قلب الأعداء النبل زي النبلة آآ زي داود النبي لما جاب المقلع المقلع زي النبلة كده وحط فيها الحصوة ونشن جات في الجبهة بتاعها جليات جبهة الأرض على طول النبل دي سيدنا بقى اللي هي في قلب الأعداء دي الكرازة كلمات الكرازة آآ كلمة ربنا بتبقى قوية جدا جدا في تأثيرها على من يقبلها فبياخد دفعة قوية تنصره على فكر الشيطان يعني جرد الواحد يردد آية وفي حرب شيطانية تتبدأ تماما كلمة ربنا قوية وفعالة وأمضى من كل سيف دي حدين والشعوب اللي انهزمت بقى الشعوب تحتك يسقطون اللي المملكة بتاعت إبليس الزبط أو الأمم بقى اللي أمنوا اللي ماشيين وراء الشيطان خلاص انتهت سلطاته على الناس دول الشيطان وأصبحوا يتبعوا المسيح كرسيك يا الله إلى دهر الظهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك كرسيك اللي هو كرسي الملك يقول على المسيح ملكة على خشبة ولذلك تلاقي قدسك المزامير بتاع الساعة التسعة كلها عن الملك ملكة على خشبة يعني ابتدى يسترد بقى اللي خطفهم الشيطان وبددهم تدير سردهم مرة تانية معنا اتصالوا الساعة بشوي سيدنا ألو سلام عليكم سيدنا خابل علي ألو تفضل سلام عليكم تفضل بسؤالك بشوي مزاميح بالنسبة للمزامير حد الشعانين مزمور انجيل عشقية ومزمور انجيل الرابع من الأداس مكتوب في مراجع كتير انهم يتصلوا سنوي في حد الشعانين طب ازاي حد الشعانين بيصلى معروف بيصلى بالتقش الشعانين الفراحي لكن في مكتوب في الأسف مزمير حد مزمور انجيل عشقية ومزمور انجيل الرابع من الأداس بيصلى بالتقش بالتقش مفروض بيتصلوا فراحي مفروض يتصلوا فريحي والمرض شعنيني شوك أن أتصارك أستاذ بشوي معنا أستاذ ميربت مسائل خير سيدنا سائل نور مسائل خير يابونا مسائل نور أهلا بي فيه ورد في سفر الرؤية كذا مرة سبع أرواح الله ما المقتود بيها حاسمع أقلتك من الميرتج من التليفيزيون دايما رقم سبعة يشير للكمال الروحي فلما يقول سبع أرواح الله يعني روح الله الكامل كمال عمل الروح القدس يعني كمال الروح كمال الروح القدس أو كمال العمل الروح شكرا تصارك أستاذ ميربت كرسيك يا الله إلى ظاهر الظهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك ممكن لله مزمور ده بتصليك كنيسة في الساعة الحداية عشر أيوه يوم الجمع العظيم لحنة بيك ثرونوس ده بياخد وقت طويل قضيب ملكك قضيب الاستقامة يعني كل من هو ضد الاستقامة هذا القضيب ينزل عليه لكن ليه كنيسة بتصلي المزمور دوت في وقت الدفن بتاع السيد المسيح ساعة ثانية عشر عشان تقول السيد المسيح اللي مات وضفن لكن ده هو هيقوم كرسيك يا الله إلى ظاهر الظهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك أبغطت الظلم وأحبابت الحق من أجل ذلك لأنك أحبابت البر وأبغطت الإثم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك يعني اختير المسيح لهذه المهمة لأنه ملوش نظير يعني أدى هذه المهمة لأنه هو البار الكامل الوحيد بلا خطيئة أحبابت البر وأبغطت الإثم يعني بلا خطيئة فيش حد زيه مسحك الله إلهك بزيت البهجة اللي هو الروح القدس أفضل من رفقائك رفقائك التلاميذ اللي هما البشر يعني أو حلو الروح القدس على التلاميذ كان ينقسم كده لكن سيد المسيح بقى يعني ده أحدو الأكنومي يعني كمال العمل الروحي في المسيح أو هو مع الروح القدس كمسوح بالروح القدس بكمال العمل يعني مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك زيت البهجة اللي هو عمل الروح القدس يعني عشان كده هو المسيح بالألف واللام أي كاهن أي أسقف أي حد اسمه مسيح الرب أي نبي لكن المسيح بالألف واللام طيبنا الله الكلمة المتجاسة فيش غيره معنا اقتصالوا أستاذ باسم قابل الآدة وتسابونا أهلا بك حبيبي تفاضل بسؤالك قابل الآدة طيادني أهلا باسم أهلا بنيفتك ربنا يديم حبريتنيفتك تعيش تعيش يا سيدنا حالينا سيدنا عايز أسأل سؤال تقصي طيب إمبارح حصل ضجة للأسف يعني في أحد الإبرشيات يعني في القاهرة إبرشية شبرة الشمالية للأسف حصل زفة أحد الشعانين يعني سابق لأوانا الناس كلها مستغربة طب ليه حصلت الزفة دي حين أن احنا أحد الشعانين لسه مجاش تزامنا مع أحد الشعانين الكاتوليكي وناس كتيرة متضايقا من الموضوع ده ومنهم أنا ليه الإصرار يعني المستمر على تحريف التقص والمصلحة مين ليه ما نمشيش تابع التقص اللي احنا تسلمناه من ألفين سنة ده في القداس ولا في العشية ولا فيه لا ده ده الصور كلها والفيديوهات مبينة زفة زفة أحد الشعانين كم دعا في الكنيسة ده مبارح أحد أحد التناصير مش أحد الشعانين أحد التناصير لا أحد الشعانين مكتوب حتى زفة أحد الشعانين لا جايزة قديمة سنة فاتت من سنين فاتت ولا حاجة جايزة قديمة ده البسط نشر حتى مبارح الإبرشية بكاريخ عشرة أبريل ٢٠٢٢٢ ما نعرفش حاجة لا ما عرفناش ما أنا لازم نسأل سيدنا الأول يعني نشوف إيه الحكاية شكنا بس معنا برضو اتصال ألو لابدين ألو أهلا بيك تفضلي بسؤالك سلامي أتصابونا سلامي نعمة سلامي سيدنا سلامي نعمة كل سنة ونيافتك طيب حضرتك بخير عندي كم سؤال هقولهم بسي وهسمع الرد من نيفتك أول سؤال كان في صلاة العشية ليه الشميس بيقف برا يعني إيه معناها التقسي إن الشميس يقف برا الهيكل في الآخر ويمسك البشارة ويرفعها بإيده ده إيه مدلولها التقسي تاني حاجة ده إمتى إمتى بيمسك البشارة فآخر صلاوات العشية قبل ما أبونا يقول التحليل آه آه الشميس بيقف وبيرفع البشارة ده مدلولها إيه التقسي ده أولا ثانيا في الاعتراف أثناء الأداس الشميس بيمسك اللفافة مسلسة أثناء الاعتراف ويمسك الصليب تقريبا باليمين والشمع بالشمال آه دي بردو إيه المعنى ليها آه تالت حاجة مزامير اللي هي بعد الجمعة العظيمة بعد صلاة الساعة السنية العشر آه أنا مش فهمة إزاي المزامير تتوزع يعني هل آه أنا مطالبة إن أنا أقرى المية وخمسين مصمور بعد انتهاء صلاة الجمعة العظيمة لما روح لا لا بيكله بيتقال في الكنيسة في الكنيسة بيتوزع المزامير كلها في الكنيسة تمام يعني مية وخمسين بيتوزعوا علينا إحنا كشعب آه بعد صلاة الساعة السنية العشر تمام تمام رابعاً رجاء يا أدسابونة يا سيدنا رجاءاً ليما بنصاليش الأداس الكورولوسي آه فيه بيصالوه في الصوم لأن صراحة معاني حلوة جداً فرجاءاً إن إحنا نتكى على الحتة دي إن كان يسنى تصلي به لإني يعني ألفاظه معانيه قوية جداً طبعاً وكل سنة وإن يفتك طيب طيبة شكراً 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 تصليك أستاذة راودي كان أول سؤال لي يا سيدنا الشماز بيقاف بالبشارة والصليب بنهاية رفع بخور عشية أو باكر أسناء ما أبونا هيقول التحليل الأخير بالبشارة والصليب على أساس إن الصليب هو تم اندفع عليه تمن الخطيئة وفي البشارة مكتوب وعد المسيح للتلاميذ اقبالوا الروح القدس من غفرتم خطيئة غفرت لهم ومن أمسكتم خطيئة أمسكت أه فأبونا بيقول التحليل اللي هو بتاع الغفران دوت أيوة فيبقى الصليب والبشارة بيعبروا عن الموقف آآ 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 يعني ده التنفيذ بالصليب والوعد كان في البشارة أيوة شوكنا سيدنا وكان بتسأل برضو عن الاعتراف بتاع القداس يكون الشماس يمسك اللفافة المثلثة الشماس يمسك اللفافة المثلثة دي بتشير للحاجة اللي ما يقدرش عليها الإنسان يعني يعني لما بنمسك اللفافة المثلثة في صلاة الصلح آآ بمسارتك يا الله آآ في الصلح بيزال الحاجز المتوسط اللي كان بين الله والإنسان فالفافة المثلثة بتعبر عن الحاجة اللي الإنسان ما يقدرش عليها عمل السلوس والكدوس أيوة هذا الغفران بقى الاعتراف بما فعله السيد المسيح على الصليب في شيء لا يستطيع الإنسان عمله آآ آآ والسؤالين التانين نيافتك رديت عليهم اللي هاي المزامير الجمع العظيمة آآ اللي هتوزع على الشعب كله وبعد كده بنبدأ بقى بالليل نقول المزمور من مية واحد وخمسين آآ ده في البداية الليلة أبوغل المسيس آآ تمام وكنيافتك جاوبت على السؤال الرابع برضو لماذا لن نصلي الأداس الكروروسي هي طلبة تقريبا يعني توصية من نيافتك نحنا نهتم شوية نحنا نصلي بالأداس الكروروسي ترتيبه مختلف شوية عن البسيلة والأورغوري يعني عشان كده بيلخبط البعض يعني آآ فعايزة شرح قبل ما الكاهن يستخدم طريقة الأداس الكروروسي لعني كنيسة اسكندرية كانت من أكتر الكنائس اللي دخل فيها وثنيين آآ اسموهم بقى الموعوظين فكان فيه أداس الموعوظين وأداس المؤمنين عشان كده منلاقي كل الأواشي وكل حاجة قبل التقديس مش بعد التقديس فترتيبه مختلف شوية عن البسيلة والأورغوري شكرا سيدنا المزمور بعد كده يقول المر والميعة والسليخة من ثيابك من قصور العاج التي أبهجتك بيتكلم بقى على العطور العطور اللي عطرت الألام يعني ألام المسيح عطرت البشرية كلها بعطر رائحة زكية بالغفران يعني غفران الخطيئة يعني آآ المر والميعة والسليخة من ثيابك آآ يعني عشان كده احنا بنحط الحنوط على صورة الدفن آآ الحنوط والعطور وكده يعني دي إشارة برضو لدفن السيد المسيح وتطهير كسد السيد المسيح طريق يوسف الرامي ونيكوديموس كويس إن المزمور ده جيه قبل أسبوع الألام يعني آآ كله بيحكي عن أسبوع الألام يعني بنات الملوك في تكريمك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة بنات الملوك من كرامتك يعني مش أي نفس تبقى عروس للمسيح دي تبقى بنت الملك يعني نفس استفادت من المسيح يعني فتتعطر بقى يعني بالبر والقداسة يعني وعن يمينك مقصود بها آآ آآ كرامة آآ اليمين دايما إشارة للقوة يعني النفس التي تتقوى بعمل المسيح فيها آآ المرة والميع والسليخة من ثيابك تليق بالنفس العذراوية اللائقة بعروس المسيح ودايما لو في حد مهم يعني آآ تاني آآ حد بعد منه بيبقى عن يمين آآ العدرة بقى آآ العدرة آآ العروس العروس بلا زواج ودي نقطة بقى تنفرد بها العدرة آآ العروس الحقيقية آآ اللي تزف كعروس للمسيح وهي أمه آآ البتول آآ هي أمه وعروس في نفس الوقت آآ يعني يفتك كلمنا بقى عن إن هي أمه وعروس آآ يعني آآ بنسميها والدة الإله آآ الثي أو توكوس وبنسميها كمان العروس بلا زواج آآ عشان كده جمعت بين الأم والعروس آآ عروس باستمرار وأم باستمرار والتنين بيكملوا بعض حاجة حاجة عجيبة فعلا يعني شخصية ست العدرة شخصية تنفرد بصفات وألقاب محدش خطها خالص يعني وموشب الذهب بعض الذهب يشير آآ الذهب معدا لا يتغير إشارة لقداسة العذراء التي لم تتغير آآ وبتوليتها أيضا التي لم تتغير آآ يعني ثابتة بتوليتها ثابتة وقداستها ثابتة آآ عشان كده السبات ده بيعطي معنى قوي يعني دايما الحاجة الثابتة تبقى غالية آآ ذلك الذهب الذي لا يتغير غالي غير بقى الحاجات اللي بتتغير حديد وصفيح بتتأثر ومعدن التعبانة دي لكن الذهب حاجة تانية اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيكي فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تزودين آآ يعني الست العذرة اختيرت من بين العذارة كلهم وعلى فكرة كانوا بيودوا البنات من سن ثلاث سنين في الهيكل عشان واحدة منهم تبقى هي دي العذراء المختارة عروس للمسيح أو تجيب تبقى والدة الإله يعني تلد المسيح فهي اللي فازت ست العذرة بلا نظير يعني ملهاش نظير ست العذرة هي ابنة وعروس وأم آآ يعني نالت ما لم تناله أي عذراء وصارت هي العذراء البتول العروس والأم اسمعي يا ابنتي والنفس البشرية برضو والكنيسة وانظري وأميلي أذنك أميلي أذنك بقى يعني نفذ الوصية أميلي أذنك هنا وانسي شعبك يعني تنفذ النبوات اللي قيلت عنها ما تستحقه من تقدير يعني ما تبصش بقى للعيلة والشعب يعني قصدي البشر لكن هي اختويرت من بين البشر لتكون سماء ثانية سماء ثانية يعني مش على الأرض تترك العداد بقى الصبيقة ليها كلام آآ كان انسي شعبك وبيت أبيكي وخصوصا في الكنيسة الامم كان لها عداد وثانية آآ انسي شعبك والعداد بتاعتهم بقى وحتى اليهود تركوا بقى مال القديم يعني وقتنوا الجديد بتاع العهد الجديد يعني انسي شعبك وبيت أبيكي ترك زي ما بنا ابراهيم برضو ترك شعبه وعشرته أيوة يعني دايما الترك شرط تبعية المسيح كل من تبع المسيح ترك ترك حاجات كتير بقى ان الملك اشتهى حسنك آآ هو بتترجم أحيانا راقى له طهرك آآ راقى له طهرك آآ لأن المسيح له المجد بصص لجوه مش لبرا الشكل آآ مش الجسم لكن القلب بصص لجوه راقى له طهرك أطهر قلب في البشرية كلها آآ بعد المسيح طبعا آآ لأنه هو ربكي هنا فيه برضو برضو آآ يعني آآ لقب تاني لهو عبدة آآ آآ هي عبدة وعروس وأم آآ العبدة والأم آآ بنقول في إفرح يا مريم العب والأم والابنة آآ فسيد المسيح آآ بالنسبة للست العدرة له وضع خاص يعني آآ آآ وقالت هي يا ابني وإلهي آآ مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل الأنبى بن يمين مرة أخرى عزيزي المشاهدين الآية اللي بتقول اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيكي فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربكي وله تسجدين الآية البعدها يا سيدنا مينة وما Ganzi وإترجى وجهاه أغنياء شعب الأرض آآ بنات سور يبدو سور كانت غنية أكثر من بقية الولايات يعني وشعب وثني آآ فكانت المظاهر الغنى واضحة فعشان كدا خدهم كمثال يعني بنات صور هداياهم بقى وإمكانياتهم الباهرة يعني والغالية هنا ربنا ما يهموش قوي النحية المادية لكن هي مجرد مثال يعني لأن الغنى مش بالفلوس غنى النفس بالروح القدس يعني تلاقي إنسان فقير وأغنى إنسان في العالم لا يملك مالا لكن يملك عمل الله في حياته فغني الناس بتستفيد بغنى أكتر من المال يعني نقل جبل المؤطم لو كان فيه مال أرون ولا كان هيعمل حاجة هيعمل إيه فواحد زي سمعان الخرز كان فقير جدا وبسيط جدا إنسان عادي لكن أغنى من أي حد يعني قدم هدية للمسيحية ملهاش حدود يعني بإيمانه آه ولذلك الغنى ليس بالمال ولكن الغنى بالروح بنات صور بيمسروا بقى الأمم اللي هما كان عندهم غنى آه لكن هما وثنيين وفي نفس الوقت كان مشهورين بالخطية أيه هاي الروح بقى هاي المسيح ده الإيمان ويقدموا له هدايا اللي هو الإيمان بتاعهم هو يكون له هدايا بتاع المسيح ما دايما محبة المال أصل لكل الشرور يعني في عامل مشترك يعني بين الخطية وبين محبة المال مش المال 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 عطية صالحة والمال نعمة لو الإنسان أحسن التصرف فيها يعني فالمال حل كويس ما خير لكن محبة المال بقى ممكن تخلي الإنسان يعمل كل شر هنا ده إشارة لدخول للأمم برضو آه بنات صور ده الأمم بنات صور يعني إشارة لكنيسة الأمم كان منهم ناس أغنية جدا وقدوا فلوسهم لربنا وبنوا كنائس ويعني عمرت الكنيسة بيهم يعني والهداية المقبولة اللي هيقدموها القلب إيمان آه قلب المملوء إيمان آه كل مجد ابنة الملك من داخل آه مجتملة بأطراف موشاب الذهب مزينة بأشكال كثيرة آه الأطراف هنا اللي هي الحاجات المرئية يعني إشارة لأعمال الصالحة آه يعني الأعمال الصالحة بتدل على آه قلب صالح ونفس صالح آه آه يعني الموشاب الذهب الأطراف دي يا سيدنا هي رمانات وأجراص كلا بتبقى في الأهداف آه الحاجات المرئية في آه رئيس الكانبي بقى لابس الفبس آه اشير إلى التعليم يعني تمام فكل مجد ابنة الملك من داخل مجتملة بأطراف موشاب الذهب مزينة بأشكال كثيرة آه يعني كل ما تمتلئ به النفس من خير روحي جميل يبان في أعمال صالح يبان في كلام صالح يبان في أسلوب مقدس وهكذا يعني يبان شكل سماوي موشاب الذهب الذهب يشير إلى السماء الزبط فيتغير شكلها لشكل سماوي بقى تمام نفس البشرية صح تدخل إلى الملك عزارة في إثرها آه جميع قريباتها إليها يقدمنا يعني دايما الناس لما بيشوفوا قدوة صالحة بيتأفسروا بيها جدا في إثرها وراء منها يعني آه يعني أي نفس صالحة مليانة بنعمة ربنا تدخل ناس كتير قوي لحضرة ربنا ويستفيدوا من ربنا ولذلك الله لم يطلب من الإنسان إلا أن يعطيه قلبه هو هيشتغل بيه بقى هي ملاه من الخير والبركة والصلاح وكل حاجة كويسة فالأطراف الموشاة بالذهب للأعمال الصالحة لتدل على قلب صالح ذهبي فكل النفس ليها مجد من الداخل هتجيب في أثرها عزارة للمسيح بالضبط كده كل ما يملك الإنسان في داخله أعمال صالحة وحب للصلاح يجيب ناس لربنا كتير قوي جميع قريباتها إليها يقدمنا يبلغنا بفرح وابتهاج آه يعني يكون سبب فرح لكل نفس عايزة ربنا فتدخل إلى حضرة الله وتمتلئ فرحا آه يدخلنا إلى هيكل الملك آه هيكل الملك مقصود به الكيان الروحي يعني بتاع ربنا لأن الهيكل مش بس مكان لكن مكان مليان بالقداسة والفرح فكل مكان مليان بالقداسة والفرح يعني يعبر عنه بالهيكل آه يمين معنا مداخل لما أستاذ ميشيل هلو هلو أهلا ساذ ميشيل تفضل بسؤالك آه قبل إلي يا سيدنا أهلا بيك آه معاك ابنك ميشيل كنت عايزة أقول قدسك سؤال طب هل أنا لو واخد رسالة من سيدنا الآن بيؤنس سنة تلاتة وستين بس أنا ما خدمتش بأمانة يا سيدنا من ولادك على فكرة أنا ابن جرجس سعد اللي هو باني كنيسة ماري جرجس ابنه أهلا وسهلا ميشيل أهلا وسهلا أهلا وسهلا هل لو أنا محتاج إن أنا ألبس شماس هل أحتاج لرسامة تاني ولا هي رسامة مرة واحدة أنت ترسامت في ردبة إيه شماس أيوة يعني إبسالتوس ولا أغنستوس ولا إيه أنا لا أتذكر يا سيدنا بأمانة قد كان من الأنبي يؤنس اللي هو مطران الجيزة اللي أنا أحلق روح يا دا سنة تراتة وستين أنا أخو مادام ميري اللي هي مرات الأستاذ سمير دووزنا أهلنا سهلا أهلنا سهلا عايز يعرف سيدنا إن هو كده هو تيبتدي يخدم عايز يبتدي أهلا يخدم ويلبس ما فيش مشكلة خالص يعني ما فيش رسامة بتقدم يعني باركة وشكرا لاتصالك يقيمهم رؤساء على سائر الأرض يعني بمعنى إن الإنسان الغني روحيا بيسود على الفكر بتاع الناس ده مفهوم الرئاسة يعني يعني يبقى له سلطان على أفكار الناس فيمتلئ فرحا بقيادته الروحية يعني ويذكرون اسمك جيلا بعد جيلا من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى ظهر إلى الظهر وإلى ظهر الظهور يعني كل من يؤثر في الناس تأثيرا قويا كل من يتأثر به ياخد شحنة روحية الشحنة الروحية دي بتخليه قادر إنه يقود ناس عشان كده وره أساء على سائر الأرض يعني زي كاهن رئيس شعب أو قائد شعب يعني أو أسقف أو ما إلى ذلك يعني يعني دايما الإنسان اللي فعلا يتأثر بعمل الله يبقى له هذا القدر من القيادة الروحية آه حمين فبا سيدنا يعني كده خلص المزمور 44 من استاذ نيفتك ناخد المزمور اللي بعده مزمور 45 برضه من مزمير الساعة التالتة ما دي آخر حلقة بقى الاتنين الجاي لاتنين البسخة واللي بعديها شم النسيم وباش فيه حلقات فيش حلقات ونبدأ الخمسين بقى لها البرنامج بتاعه في حلقات مسجلة نلحقها ناخد المزمور 45 لو قد الوقت مزمور 45 سيدنا يقال تاريخيا وضع بسبب الخلاص اللي أعطاه الله لشعبه أثر أزمة عسكرية من عدو معين جايز يكون خلاص أرشاليم من حصار أشور أو خلاصها من أي عدو آخر جايز يكون كتبه داود بعد انتصاره في معركة من المعارك فيقال إن هذا المزمور يتحط في صلاة الساعة الثالثة اللي هي إشارة اللي سكن الله في وسط شعبه هو حلول الروح الكدس الروح الكدس حل على الكنيسة هو حاليا ساكن في أفراد الكنيسة بيقضها فيبدأ يقول إلهنا ملجأنا وقواتنا ومعننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا يعني دايما الإنسان يحس بربنا في الشدة يعني ربنا معانا باستمرار لكن التأثير القوي اللي نحس بيه في الشدة يعني زي دكتور مقيم مع ناس إمتى يحسوا به لما حد يمرض يبتد هو يشتغل عايز يقول كده يعني عايز يقول إنه عمر ربنا إلهنا ملجأنا وقواتنا ومعننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار تعوج المياه وتجيش تتزعزع الجبال بعزته أي حاجة مش هتهمنا يعني اضطرابات كثيرة جدا طبيعية وشعبية كل المتاعب يعني لا تؤثر في الإنسان اللي حاسس أن الله ملجأه لهنا ملجأنا وقوتنا ومعننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا والمجاري الأنهار تفرح مدينة الله لقد قدس العلي مسكنه مجاري الأنهار دي تشير لعمل الروح القدس لأنه هو الماء الحي فمجاري الأنهار تملأ بقى النفوس بالارتواء يعني نفوس ترتوي به بعمل الروح القدس يعني روح القدس نهر نهر يفيد آه بالزبط والله في وسطها فلن تتزعزع يعين الله وجهها يعني دايما المية بتوقع جدران بتعمل حاجة لكن لا المية دي بقى بتخلص مش بتتعب يعني يعني عمل الروح القدس يفيد الإنسان بكل أنواع القوة الروحية اللي هو محتاجة والطربة الأمم وماجة الممالك أبدى صوته فتزلزلت الأرض يعني الأقوياء بالأسلحة المادية ممكن إنهم يتعبوا لكن اللي ربنا سلاحه الصلاة بقى الشخص اللي بيصلي ربنا هو مصدر قوته يعني المعنى سيدنا أستاذ سوهير حلو سلام ونعمة سيدنا أهلا وسهلا سيدنا أنا بنتك سوهير سؤال بس بعد الشكر اللي نفتك على كل حاجة وسؤالك عنينا لا أفو في طويل وقت مصر وفي هولندا ربنا يبينك عنوك شكر خالص سؤال يا سيدنا السيد النسيح هو عالصليب أم قال يا أبتي إن أردت أن تصبح هذا كأس عنه ولكن لا تكن إرادتي بل إرادة لا تكسبيني هو كده للطبيعة الإنسانية على قدر خائف لأنه هو بيقول له إذا أردت أن تصبح هذا كأس عنه ولكن لا تكن إرادتي بل إرادة إلا هو انفصل عن النسو لا لا خالص هو السيد المسيح كقدوس وبار الخطيئة بالنسبة له غريبة يعني السيد المسيح وقف مكان كل قاتل وزاني وسارق فصعب إن القدوس البار توضع عليه خطايا البشرية كلها فإن شئت أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك يعني قدم إرادة الآب السمام هنا المسيح هو الإنسان الكامل يعني كإنسان كامل بيقول إن أردت أن تعبر عني هذه هو متحد باللهوت طبعا اللهوت لم يفارق أن يسوت لحظة واحدة ولا ترفت عين وسيد المسيح الكلاف جسيماني مش على الصليفة أيوة في جسيماني ليلة الصلب معنا أستاذ جورج سيد نورة حبيبي تفضل سلام ونعمة سيدنا مقابل الآياء دي مقابل الآياء دي أتسبونا ليه سؤال أنا في الشموسية يعني سؤال في الشموسية شماسية آه آه شماسية شموسية كلمة عربي معناها الجموح آه أولاك شمس الحصان يعني جمح الحصان شماسية طب قدسك إحنا فيه في سوتيس أنيم خلصت حقا ومع روحك ننصب بخوف الله دي خلصت ولا خلصت هل تكلم ربنا فيها الشماس بيكلم ربنا خلصت ولا خلصت أول مرة دايما الشماس بيكلم الشعب لكن أول مرة يكلم الكاهن لأن دي لحظة التذكارات اللي بيطلب فيها الكاهن عن غفران خطاياه وخطايا الشعب فزي ملاك بيطمنه بيقوله خلصت حقا ومع روحك ننصد بخوف الله لأنه لو شماس بيقول خلصت حقا هو كده بيخاطب ربنا مش ينفع يخاطب ربنا في وجود الكاهن مش ما قول يقوله خلصت حقا أو كمان بيقول لربنا خلصت حقا ومش يخاطب ربنا في وجود الكاهن مش كده الظبط كده هو بيخاطب الكاهن يقول خلصت حقا ومع روحك ننصد بخوف الله زي ملاك بيطمن الكاهن على الغفران شكرا تصارك سيد جورج اضطربت الأمم وماجة الممالك أبدا صوته فتت زلزلت الأرض يعني الله بقوته بيزلزل الأرض صوت الله يطفى إلهي بالنار في حتة يقول كده صوت الله يزعزع الأرض عشان كده الإنسان اللي معه ربنا ما يخافش أبدا أبدا يعني في قصة أبونا أرسانيوس اسكندرية والراجل اللي يعني طعنه في رقابته وفي قلبه وطبعا ده عارف بيعمليه يعني ومتمرن على كده يعني لكن اللي عايز أقوله أن دي حاجات ما تخوفش الكنيسة يعني ولا تخوف الأباء ولا يعني إحنا نثق في عمل الله وفي قوته وأمثال أبونا أرسانيوس الشهود الأمناء بالدم دول بيعبروا عن حب الكنيسة لربنا دم المسيح كان دليل حبه للكنيسة ودم اله ودم الكنيسة الشهداء دليل حب الكنيسة للمسيح فدايما في كل جيل يبقى فيه الحب المتبادل ده يعني وده ما يخوفش حد يعني يعني دي عطية صالحة أي إنسان يتمناها يعني أن يكون شهيد شاهد بالدم وده أقوى شهادة وعطية ربنا مش بيديها لأي حد فيها طبعا طبعا يديها للي يستحقها طبعا ده الشهداء دول يضيقون كالشمس في ملكوت أبيهم إله القوات معنا ناصرنا هو إله عقوب تمام إله القوات معنا يعني إله القوة مصدر القوة معنا فانخاف من إيه وناصرنا ناصرنا هو إله عقوب ناصرنا بمعنى النصر على الشيطان يعني والنصر على ألعاب الشيطان وطرقه ومحاولاته إنه يهزم ولاد ربنا يعني إله يعقوب بش ما يعني إله يعقوب عشان يحسينه على الجهاد لا يعقوب اللي صارع وانتصر أي فبي يحسينه إحنا على الجهاد زي ما هو جهد بالضبط كبه يعني اختار يعقوب بالذات يعني بالذات بالذات يعني إله يعقوب عشان هو اللي امتصر هلما فانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض أعمال الله دايما معجزات يعني سمعت واحد من اللي تعرض لكورونا الفترة اللي فاتت وحطوه على جهاز أكسوجين يعني يديه السابلاي للأكسوجين يعني يمده بالأكسوجين بعد ما طلع ودفع الحقوق بتاع المستشفى وكده قال طول عمري باخد الأكسوجين مجانا ربنا بيدهوني الفترة دي دفع مبلغ كبير قوي يعني لكام يوم أضاهم على جهاز الأكسوجين دي معجزة صحيح كام سنة بنتنفذ الأكسوجين ببلاش مجانا كالا أعمال الله عجيب عجيب جدا يعني أعمال الله معانا معجزات كالا يعني المزمور بيقولنا أنظروا خد بالك هلما أنظروا أعمال الرب التي يجعلها آيات المفروض ناخد بالنا من الحاجات دي صحيح يعني أعمال الله لا تخفى على أي إنسان بيتابع عمل ربنا وبيقرأ ويصلي المزامير ويقرأ الكتاب المقدس يشوف عمل الله واضح جدا مهما كانت الحروب بقى بيقول الذي ينزع الحروب ينزع نزع كده يبقاش ليها وجود يعني تنتهي إلى لا شيء حرب وتنتهي إلى لا شيء حرب الشطان حرب الشطان طبعا إلى أقاصي الأرض يعني في كل مكان يعني الحروب دايما صانعها هو الشيطان لكن اللي بينهي الحرب هو الله ولذلك إحنا نسق في عمل ربنا وحمايته لأولاده من شرور الشيطان ومن المحاولات بتاع عدو الخير يعني سيدنا يقول يصحق قسيهم صحق القسي جمع قوس القوس اللي بيطلع السهم اللي يصيب الإنسان بيكسر قسيهم يعني ما يخللهاش فائدة تبعا ديمة الفائدة بمعنى إنها لا تصيب أولاد الله ويكسر سلاحهم يعني أي سلاح يستخدمه الشيطان يبددوا ما يبقادوش لازم السلاح المقصور ده فشنك يعني ما يفعش ما يقصرش ويحرك أتراسهم بالنار أتراس اللي هي مصدات الحاجات القوية اللي بتنطلق منها الحاجات اللي بتصيب العدو أتراس أتراس يعني زي دبابة زي يعني أدوات حربية قوية بتصيب بقى لصالح الإنسان اللي معاه ربنا يعني أتراسهم ممكن تكون برضو جامع تورس يا سيدنا ولا أتراسهم حاجة تانية الأتراس اللي هي الإمكانيات الحربية القوية يعني أشاول الترسوسي قام بحرب ضد الكنيسة لكن بعد كده بقى شجرة تتقاوى فيها أيو جميع طيور السماء يحرك أتراسهم بالنار وفي العهد القديم يعني ربنا حارب عن الشعب وموت 185 ألف من رجال أشور في سن حريب ملاك واحد موت 185 ألف جندي من جنود سن حريب بقى حاجة بسيطة عدد بسيط خدهم ومشي وانسحب يعني بخيبة أمل يعني تأملوا واعلموا أني أنا هو الله أرتفع بين الأمم وتعالى في الأرض تأملوا هنا مهمة أوي تأملوا يعني انظروا بتطقيق ما تاخدوش الأمور كده من الشواشي يعني لأ يعني عايز يقول خلي بالكو يعني من العمل الإلهي اللي بيبدد كل أعمال الشيطان أرتفع بين الأمم وتعالى تأملوا وانظروا تأملوا وانظروا يالواحد بينظر الأول بعدين يتأمل لأ يعني انظر لكي تتأمل ما جايت تدقق النظر يعني ليتأمل ياخد باله عشان كده يقول تأملوا الأول أيوة بالضبط كده الرب إله القوات معنا نصرنا هو إله عبوب أيوة يعني دي بقى النتيجة المضمونة اللي كلنا نثق فيها أن الله سينتصر مهما كان محاولات العدو والشيطان وكل قواته وكل محاولاته بحقيقة الكلمات دي بتدي للإنسان روح قوية دايما في الحروب يركزوا على نفسية الجنود حرب نفسية أو يرفعوا نفسية أيوة أيوة روحهم المعنوية الروح المعنوية حتى فيه جهاز في الجيش اسمه الشؤون المعنوية إزاي يرفع من المعنويات بتاع اللي بيحارب فأمثال هذه المزامير تخلي الإنسان اللي بيحاربه الشيطان ما يخافش يعني ما يتهددش ما يفكرش إطلاقا أنه ممكن يتهزم لا هينتصر بعمل الله إلهنا قوي وهو سر النصرة في حياة أولاده آمين فهذه الكلمات ننهي حلقتنا الرب إله القوات معنا نصرنا هو إله يعقوب شكرا سيدنا طيب تخلص بسرعة نحسش به تعيش وتكتب دايما أسئلة إلى أن نرتقي بقى إن شاء الله أبدأ عيد العنصرة بأسبوع كده أو لحاجة إن شاء الله شكرا سيدنا شكرا أبو الأشنودة شكرا أسرة الفرنامج شكرا لكم أعزائي المشاهدين يلا أنضلقاكم كونوا معافينا في الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر